موضوع مبيعات السيارات زي ما اتكلمنا قبل كده مع بعض في حلقة سابقة انه قطاعات مختلفة في الدولة المصرية للأسف بتنهار بيد النظام الحالي وبياد سياساته الفاشلة ايه الحكاية؟ مبيعات السيارات اللي النظام بيحاول يعمل مبادرة جديدة عشان المصريين في الخارج يشتروا سيارات بجمارك مخفضة او بيعفاء من الجمارك وماشتركش فيها باين مسجلش غير مش عارف كام 96 واحد باين من مش عارف كام مليون عايزينهم يسجلوا وحاجة باقسة جدا بنسيب المبادرة بتاعة السيارات بتاعة المصريين في الخارج وبنروح لمبيعات السيارات بشكل عام في مصر مين اللي بينشر التقرير؟ نقف شوية قبل ما نقرأ اي تفاصيل اللوجو ده واسم الموقع ده مهمة اوي العربية السعودية الموقع السعودي الابرز والمقرب من السلطات في المملكة العربية السعودية والمقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا زال على عهده في الايام القليلة الماضية في نشر اخبار تبدو وكأنها اخبار سلبية يعني لو ان العربية دي اللوجو بتاع اخر كلام مكانها وطالع عسامة جويش بدل الصحفي اللي كاتب التقرير ده وقايل ازمة الدولار تهوي بمبيعات السيارات 72% لو ان هذا ما حدث وكنا نحن مصدر الخبر لخرجت الاذرع الاعلامية في حضيرة الانتاج الاعلامي عشان تقول الاعلام المعادي بيشكك الاعلام المعادي في حالة هياج يا جماعة وطول ما هم بيشككوا فينا فاحنا ماشيين صح لكن الغريب في الموضوع ان مش احنا اللي بنقول ده الحليف الاكبر بتاعكم اللي بيقول المملكة العربية السعودية واعلامها هو اللي بيتكلم عن انه ازمة الدولار في مصر تهوي بمبيعات السيارات 72% احنا مش بنتكلم هنا في 27% الرقم ده مش مقلوب يا جماعة الرقم ده مش غلط لا ده رقم حقيقي ايه الحكاية؟ كشفت بيانات رسمية حديثة استمرار تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي تراجعت بنسبة 72% على اساس سنوي بعد بيع نحو 6700 سيارة فقط انت متخيل مصر في شهر مارس بتبيع 6700 عربية بس؟ ده منطقي يعني احنا شعب اصلا بيهوى العربيات وتغيير العربيات وشيرة السيارات ومصر سوء خصب جدا لموضوع العربيات لكن الحياة السعودية او العربية بتقول ترتبط وردات السيارات بشكل مباشر بازمة النقد الاجنبي التي تواجهها الحكومة المصرية منذ شهر مارس من العام الماضي يعني بقلنا سنة تقريبا قطاع السيارات في مصر بعافية شوية مين اللي بيقول بيانات رسمية بينقلها موقع العربية السعودي خليك فاكر وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري امك فقد انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% على اساس سنوي الى نحو 4600 سيارة وتراجعت مبيعات الحفلات بنسبة 63% ومبيعات الشاحنات بنسبة 58% الخبر ده بيقولك ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في موضوع الدولار وبيقولك ان كل البيانات الرسمية اللي بتطلع وكل التبريرات الاعلامية اللي بتخرج وكل الكلام اللي منعينت احنا جمدين جدا واصلحنا مش متخلفين عن السداد واصلحنا اقوية قوي واصلحنا طلعنا بكم مليار من الموانئ وحاسب يا جدع وايه وعوشك واحنا مفيش اي مشكلة خالص الاخبار اللي زي دي بتقولك لا فيه مشكلة ومشكلة كبيرة فيه قطاع مهم فيه الصناعة والتجارة والاقتصاد المصري هو قطاع السيارات لما بتتكلم على ارقام هزيلة زي دي 4600 سيارة لما بتتكلم على تراجع بنسبة 76% في مبيعات السيارات ده بيقولك انه اللي هيدحك عليك او يطلع يقولك لا احنا ما عندناش قزم الدولار حط له الرقم ده قل له لا ده العربية السعودية مأكده لي انه فيه 76% انهيار في مبيعات السيارات طيب هل الانهيار او الانخفاض او التردي او التدني او الفشل بس في قطاع السيارات في مصر الحقيقة لا وده اللي بيقوله الخبر التاني معنا النهاردة عن البنك المركزي البنك المركزي انخفاض تحويلات المصريين بالخارج 23% احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على الربعة او النصف الاول من العام المالي الحالي المصريين اللي برا اللي عملوا لهم مبادرة شواء سكنية اللي عملوا لهم مبادرة السيارات اللي من غير جمارك اللي عملوا لهم شركة شركة قابضة عشان تستسمر اموالهم برا اللي حاولوا بيشتى الطرق في كندا كونسوليد كندا تحط لهم الايبان والحساب بتاع سندوق طاحية مصر اللي قالوا لهم ادعموا يا جماعة مصر بدولار ولا مش عارف ايه كل المحاولات في السنة اللي فاتت عشان يدخل جيبك ايها المواطن المصري الشريف اللي شغال وتعبان وبتشأى وبتجري على اكل عيشك واكل عيش عيالك هو باصص في لقمتك هو باصص في جيبك انت في المكان ده او يمكن هناك عند الشاشة اللي هناك حذرتكو اكثر من مرة وعلى قناتي على اليوتيوب اكثر من مرة في اكثر من مبادرة اوعى تقع في فخ النظام النظام مش هم مصلحتك ايها المواطن المصري المقيم او العامل في الخارج النظام هم جيبك باصص في اكل عيشك انت وعيالك فهنا المصريين في الخارج بعد كل المحاولات بتاعت النظام دي عشان يطلع منهم مسبوبة حلوة لا البنك المركزي بيقولك تحولات المصريين في الخارج انخفضت بنسبة 23% اللي تقتصر على 12 مليار دولار فقط خلال النصف الاول من العام المالي الحالي لو الرقم ده هو اللي كمل فاحنا نوصل 24 مليار تقريبا اقل من السنة اللي فاتت كلها بحوالي 8 مليار تقريبا كانوا 32 مليار السنة اللي فاتت فاحنا نتكلم في رقم كبير جدا مقارنة ب15 و 18 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق نفس الرقم تقريبا اللي بنقوله لكن الرقم ده ليه دلالة تانية الحقيقة التقريب يقول اداء ميزان المدفوعات في النصف الاول سيبك من ميزان المدفوعات والكلام ده كله لكن احنا عايزين نتكلم على نقطة تانية لما المصريين في الخارج التحولات بتاعتهم بتقل فما ينفعش ابدا ان احنا نغفل التصريحات بتاعة طريق عامر محافظة البنك المركزي سابقا لما قال في 2019 انه نسبة 90% من فلوس المصريين في الخارج رايح السوق السوداء فانت النهاردة في 2023 مع القضايا اللي بتتعمل لاي حد مع دولارات في مصر سواء لي دعوة بسياسة او لا مع الحالة الصرع الموجودة داخل الدولة المصرية وداخل النظام على اي حد مع دولارات سواء افراد او شركات في الداخل او الخارج المصري اللي برة ما بقاش واثق فيك فمش هيحول فلوسه للبنك لانه مش ضامن انت هتطلع الفلوس دي ولا مش هتطلعها هتاخد الفلوس دي انت لحسابك وتعمل منها سبوبة ولا الفلوس دي هتوصل لأهله فبيلجأ لإيه للنظام اللي هو المقاص صنو بيروح لحد هناك في السعودية عنده مكتب سودا في مصر بيسلموا الدولارات بيسلموا هناك جنيهات او ايا كانت العملة المتفق عليها في التحويل وبالتالي بنوصل ليه السودا بينتعش بشكل كبير جدا وده اللي فانانشل طايمز وبلومبرج اتكلموا عنه في الشهرين اللي فاته نسيب البنك المركزي ونروح لخبر رياضي مسيطر على الدنيا كلها مرتضى منصور وللأسف كده حطت معاه احمد حسان ميدو اينما وجد انا هنا مش بتكلم على نادي الزمالك خالص كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بنادي الزمالك وانه هو شايف انه فيه مظلومية وانه موضوع رفع الايقاف عن كهرباء لاعب النادي الاهلي ده فيه محاباة كل دي وجهات نظر لكن انا بكلم على شخصين هنا هم رأس الازمة اللي حصل في التلات يام اللي فاتوا في الشارع المصري الرياضي بين الاهلي والزمالك وبين الزمالك والاتحاد الكورة وتنظيم السوبر المصري في الامارات يوم الجمعة القادم احنا منسحبين احنا مش لعبين الناس طلقت التريقة عليهم قالوا الغوا متابعة ميدو وقالوا يا جماعة مرتضة زي حنفي بتاع نورماندي 2 هيرجع في كلامه وكلمته المرة هتنزل زي ما نزلت قبل كده لكن للأسف مرتضة قالك اعملونا اي مطش في الامارات وحنا عشان خطر الامارات بس هنيجي نلعب معاكم فطبعا محطش عبره وخرج نادي بيراميدز يحل أزمة كأس السوبر المصري سيشارك بدلا من الزمالك الذي رفض مواجهة الاهلي محمد ابو الوافع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكلة القدم قال ان فريق بيراميدز سيشارك بدلا من الزمالك في مباراة كأس السوبر يوم الجمعة في ابو ظبي بعد اعتذار حامل لقب الدوري الممتاز عن عدم خوض اللقاء النادي الزمالك الحقيقة برئاسة مرتانا منصور بيدور على اي معركة واي اخناقة واحمد حسان ميدو اصبح رمز للزوجة الكروية يعني حاجة كده فيها كم لزاجة يعني تلزيق كروي مش معقول اي اخناقة في اي حتة فاحمد حسان ميدو راشق فيها سواء بقى هي تحريدة على جمهور الاهلي سواء هو عايز يعمل فتنة واصل زمالك احنا مظلومين وروح يا جدا عقعد مع مرتانا منصور ميدو ده كتب من ثلاث ايام واحنا بقى جمدين قوي وهنلوي دراعهم وهنجبرهم وا 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 بيرامدز طلع هيلعب المطش والزمالك ايقعد اتفرج واحمد حسان ميدو هيطلع في برنامجه عشان يحل المطش الاهلي بيرامدز حاجة قمة العار لكن ابتسم نحن نعيش في زمن مرتضى منصور اللي عامل كل البلاوي دي بيحضر جلسات الحوار الوطن